نرحب بكم مرة تانية عزيزان مشاهدين نرحب الزميل العزيز محمد الباز من نورة محمد مساء الخير مساء الخير يا كابتن أيمان مساء الخير على جمهور النادي الأهلي يعني فاركو مرة تانية من أسبوعين وقفنا الوافة دي وكنا بنتكلم على فاركو صحيح تكلمنا على تحليل أرقام فاركو كخصم طبعا هو خصم تانية بنكرر أن المباراة أكيد مباراة صعبة زي ما حدثك دايما بتقول وبتكرر مباراة النادي الأهلي كلها مباراة كؤوس تلات نقاط الأهم أكيد فيه دغوطات كبيرة جدا من ناحية النتائج على لعبة النادي الأهلي على وضع النادي الأهلي في المثابة الدوري العام ولكن نتكلم بشكل عام على فرقة فاركو فرقة فاركو قبل المباراة السابقة تكلمنا تبقى للأرقام فريق ما عندوش البالانس ما عندوش التوازن أرقام بتقول لنا أن من ناحية الدفاعية حتى من ناحية الهجومية ما بنشوفش الخطورة الكبيرة جدا فريق لعب عدد مباريات تسجيله للأهداف ومعدلاته التهديفية أقل من هدف في المباراة مظبوط فأقل من هدف في المباراة واستقباله للأهداف أكثر من هدف بالمباراة يعني ما عندوش اللي 3 كلين شيت من 27 مباراة ففريق عندو مشاكل دفاعية كبيرة جدا ما فيش الاتزان وده كت نقطة واضحة جدا ولكن أمام النادي الأهلي وال90 ديئة في الأرض الملعب بتقول حاجة تانية خالص وده اللي شفناه في المباراة السابقة آه حذرنا من بعض النقاط الأرقام بدأت بتشير لحاجات فنية وهي إن الفريق فارقه بيملك لعبين على المستوى الفردي قوالتي جيد جدا ولكن على المستوى الجماعي ما فيش الهارموني وده دايما بنكررها في فرقة فارقه فبالتالي في مساحات في صغرات بتأدي إلى مشاكل كبيرة جدا وده المشاكل اللي بتدلل بالأرقام إن نسب إحراز الأهداف أو معدل التهديف عندهم قليل واستقبال هدف كبير جدا حددك برضو أشرت قبل الفاصل لنقطة مهمة جدا وعايز أخذ منها ونبني الكلام بالأرقام إن الفرق تفارقه في آخر تلات مباريات بعد مباراة الأهلي بدأ يكون في التزان من ناحية النتائج خسارة وحيدة من الزمالك 2-0 ولكن عنده مكسب وعنده تعادل وأرقام التلات مباريات كابتن مهمة جدا إن احنا نبص عليها ونحللها مع بعض بالتالي احنا نحبين نستعرض آخر تلات مباريات لفرقة فارقه بعد مباراة النادي بعد ماتش الأهلي حنرجع برضو الماتش الأهلي ونشوف شكلهم كانوا عامل إزاي حتى بالأرقام وبالحالات الفنية آخر تلات مباريات زي ما قلنا عندهم فوز عندهم خسارة وعندهم تعادل يعني كسب أربع نقاط من التسع نقاط المفروض كان ياخدهم بالزبط كده ومتعبنا نبص ناحية الهجومية وشكله الهجومي كان عامل إزاي سبع بالنسبة بنبص على التزديدات 22 تزديدة في التلات مباريات يعني معدل مش عالي عنده سبع تزديدات فقط على التلات خشبات يعني نتكلم عن التلات مباريات على التلات خشبات بدقة 32 في المية آه هو عمل نتائج كويسة في آخر تلات مباريات ولكن من ناحية الهجومية من ناحية التزديدات أو دخوله التلت الهجومي عند التلات فرق اللي لعبهم مش عالي مش قوي ما بهددش بشكل كبير جدا رغم إحرازه لأهداف قد تبدو تلات أهداف في التلات مباريات يعني هدف بالمباراة استقبل بقى كابتن 37 تزديدة على مرماه 16 منهم على التلات خشبات بدقة 43 في المية علشان كده الأهداف المستقبلة أربع أهداف في التلات مباريات وده دايما اللي بنشوفه والمعدل التهديفي أوكي ماشي بالانس أوكي تمام هدف بالمباراة ولكن استقباله أربع أهداف لأن نسب التزديدات على مرماه استقباله للتزديدات كانت عالية ب37 تزديد الفرص صنع 13 فرصة ولكن الأهداف في الـ XG اللي كان ممكن يصل لأربع أهداف أو ممكن يصل لخمس أهداف وده نقطة بقى عند فاركو حتى وحنشوفها بالأرقام على مسيرته في الدوري في الـ 27 مباراة كابتن أيمن حنلاقي نقاط قوة برضو عند الفريق دوت من ناحية صناعة الفرص ولكن عنده مشكلة في تحويل الفرص دي الأهداف يعني متخيلين إنه هو صنع 13 فرصة بشكل عام كان ممكن يصل لأربع أهداف يعني أو أكثر من أربع أهداف في الأربع أو تلات مباراة نربط بقى الكلام من آخر مباراة أمام النادي الأهلي نبص على أرقام فاركو أمام النادي الأهلي اللي هي لسه يعني كانت قريبة جدا علشان نقف عند أهم الأرقام لأن الفريق ده كسب استحواز كبير وكان عنده نسب تمريرات واستحواز على الكرة كان عالي الأهلي فاز 2-1 مش عايزين ننسى إنه إحنا الهدفين اللي أحرزناهم كانوا في الشوط الأول يعني الشوط الثاني يا كابتن ما كانش فيه أي هداف الاستحواز الأهلي 52 فاركو 48% الاستحواز قريب الركنيات حتى الأهلي من أقل المباراة الركنيات في المباراة دي خمس ركنيات فقط الأهلي بيوصل ل7 أو 8 ركنيات بالمباراة فاركو عمل ركنياتين المحاولات أو التزديدات على المرمى تتحسن أو تشوف إن الأرقام متقربة يعني الأهلي شط 9 تزديدات 6 منهم على المرمى ولكن دكوتهم كتعالية طبعا وحققنا منهم الهدفين آه كان فيه هدف ضربة جزاء ولكن متكلم عن تزديدات بشكل عام دكوتهم 66% لإن التزديد على المرمى كان دكوته عالية جدا وكان 6 من التسعة النادي يفاركو 7 تزديدات منهم 2 على المرمى بدقة ضعيفة آه 28% الفرص الكبيرة المحققة النادي الأهلي طبعا كان عنده فرصتين بالنسبة لفاركو ما كانش فيه فرصة كبيرة محققة خطيرة جدا احنا شفناها قد تترجم لهدف عشان كده الـ XG عندهم كان يعني معادل هم يصلوا للهدف وده اللي حققوا ويجابوا هدف في المباراة دي نادي الأهلي كان يصل لأكتر من هدف في المباراة ولكن التزديدات ما كانش بالشكل الخطير التمريرات الصحيحة هو كابتن هم عملوا تمريرات كتيرة يعني 424 وده رقم غير اللي احنا شفناه كأرقام قبل ما ندخل المباراة مسبوع فبالتالي ان هم يكون في رجلهم الكرة 336 كانونت في الملعب والاستحواز بيعكس الكلام ده ويتا كابتن استحواز متقارب النادي الأهلي الناحية التانية دقة 83% ولكن نسب التمريرات الصحيحة في المباراة لاثنين متقاربين زي ما قلنا الاستحواز لاثنين متقاربين زي ما قلنا هتا التمريرات الطولية متقاربين النادي الأهدي لقيم تمريرات طولية كثيرة جدا ولكن أنا حشح لحضرتك برضو التمرارات التولية ما كانتش بتشكل الخطورة عند النادي الأهلي لأن الأهلي كان بلعب في جهة واحدة تقريبا أكترها ناحية اليمين على عكس سير المباراة إن نقطة ضعافهم ناحية الشمال عندهم في الباك الشمال زي ما قلنا كان بيسيب مساحات كبيرة وإن كادة طبعا وحنتكلم عليه لمسات داخل منطقة الجزاء في المباراة ده برضو متقاربين الأهلي لمس الكرة 19 مرة داخل منطقة جزاء فرقه هنا بقى التمرارات في التلت الأخير لا يعني هنا شوية بالنقف آه الأهلي عمل 114 تمريرة في التلت الأخير عند فرقه عما فرقه 82 تمريرة فقط بدقة 57% أما ناد الأهلي وصل ب75 تمريرة صحيحة في التلت الأخير عند فرقه بدقة 66% نكمل ده الشكل الهجومي في المباراة بشكل عام ولكن هنا كابتن أنا عايز أقول يعني برضو العرضيات متقاربين يعني بص 14-16 آه الأهلي فيه مهم بس 3 صحيحة فرقه 4 بشكل صحيح تصديات حراس المرمى أربعة لحارس مرمى فرقه شالهم ناد الأهلي اتنين خسروا الكرة زي ما بنقول هما عندهم ميزة أن هما بيخسروا الكرة أكتير ولكن بيسترجعوها بشكل سريع والكرة أما ما بتعودش في رجلهم كتير تفكت بسرعة ولكن المباراة دي كانت مختلفة المباراة دي تمسكوا كرة ومدبكت أرقامها مهمة جدا أننا كنا نبص على الأرقام المباراة الأخيرة كسب الكرة هو استرجاع كرة أرقام متقربة 90 لنادي الأهلي يعني واسترجاع ريكوفري هنا 50 مرة النادي فرقه 54 مرة برضو أرقام متقربة يا كابتن الاعتراضات حتى وبعد الكرة نفس الكلام خمسة اعتراضات وتسعة تشليت والناحية التالية النادي الأهلي برضو كان عنده تسعة اعتراضات و14 مرة إبعاد للكرة الأرقام دي في المباراة دي بتقول لنا أن النادي الأهلي دخل تلت الأخير عند فرقه أو تلت الهجوم عند فرقه من الخمس ممرات الهجومية المتكلم عليها كان أكتر حاجة من ناحية اليمين يعني نتكلم في 15-16 هجمة من ناحية اليمين ناحية اليمين ديت اللي هي شمال فرقه يعني عند الباك الشمال عند فرقه جابر كامل اللي جاب الجول فيه مظبوط ولكن احنا بنتكلم عند الباك اليمين هو هنا المشكلة هنا الخطور ولكن اعتقد من الأرقام دي النادي الأهلي هيبدأ أن هو يعدل حتى دخوله للتلت الهجومي وإن هو إزاي يختارك من أفضل مكان اللي هو نقطة الضعفة عند فرقة فرقه زي بنقول هو تقدم الباك اليمين عندهم يسيب مساحات كبيرة جداً دي الأرقام ناحية التانية ناحية أرقام ما بين الفرقتين في الدورة العام هنقف بس يعني نستعرضها سريعاً هنقف عن أهم الأرقام من ناحية الهجومية ومن ناحية الدفاعية زي ما احنا عارفين أصبحنا 19 مباراة النادي فرقه 27 مباراة يعني الترتيب والكلام اللي هو الفوز وخسارة يعني أرقام واضحة ولكن هنا هنقف بس سريعاً أن فرقه يا كابتن بتخسر عدد كبير من النقاط في معدل المباريات اللي هي لعبتها 27 أحرازه 26 هدف في 27 مباراة أقل من هدف بالمباراة النادي الأهل 42 هدف في 19 الأهلي أقوى خطه هجوم حتى لو متساوي مع بيرامتز ولكن أجين بنكرر أنه بالمتوسط 2.2 الأهلي هو الأفضل نحن نفس المشي اللي فاتي تلاعب كان ممكن إعادة الهدف يزيد أكيد أكيد ده يعني نقطة مهمة جداً الهدف المتوقع الـ XG 49 هدف كان المفروض الأهلي يوصل لهم يا كابتن ولكن بقى هنا الرقم اللي عايز أقف عليه عند فرقه 60 هدف 60 هدف كان المفروض فرقه من الفرص وكوالة التزديدات كان يصل لـ 60 هدف ده بيقولك أن الفريق ده بيصنع عندهم شكر يحسين عندهم لعبة بتبليهم مساهمات من ناحية الأسست ومن ناحية التمرارات المفتاحية بشكل كبير جداً بالتالي لازم ناخد بالنا عندهم محمد فخري ساهم بشكل كبير في الاختراكات في صناعة الفرص عندهم طبعاً جيفرزن نفسه جيفرزن نفسه بالزبط فبالتالي الفريق ده لازم ناخد بالنا أنه بيصنع بيصنع بيعمل تمرارات مفتاحية كتيرة جداً الأرقام بتقول لنا حتى أهدفه من داخل منطقة الجزاء كتيرة 24 هدف من داخل منطقة الجزاء من واقع 178 تزديد من داخل منطقة الجزاء وهدفين بس من الخارج نادي الأهلي طبعاً بدأ يحسن التزديدات من خارج منطقة الجزاء عندنا 34 من داخل منطقة الجزاء و6 من خارج منطقة الجزاء معدلات الركنيات عندهم مش عالي يعني 3 تقريباً 4 بالمباراة عندهم الأسست 14 أسست إحنا عندنا 28 أسست أو تمريرة حاسمة التمريرات المفتاحية هو كابتن 186 تمريرة مفتاحية يعني بمعدل 7 بالمباراة ده فريق بيلعب طريقة هجومية بيصل بيصنع وبالتالي كان مفروض يصل لستين هدف وهو في الآخر أحرص طبعا عدد أهداف أولي الاستحواز 50% يصل لخمسين في المية النحي التاني لها لستين في المية يعني ده الشكل الهجومي تزديدات حتى بالمباراة 11 بالمباراة 4 استقبلوا 38 هدف في 27 مباراة وكان ممكن يستقبل 59 هدف وده برضو رقم كبير عالي طبعا وده بيدلل انه عندهم ما عندهمش التوازن بين الدفاع والهجوم عندهم مشكلة بالخط الخلف بشكل كبير جدا شباك نظيفة 3 مباراة فقط بشباك نظيفة من 27 مباراة يعني هو استقبل طبعا في 24 مباراة بتمريرات الصحيحة بالمباراة عنده ده يا كابتن متوسط على المباراة كلها 290 تمرير ولكن قدام النادي الاهلي لا ده عدى الربعمية عشان كده لازم ناخد بالنا الارقام آه بتقول لحاجات كتير ان هو فريق زي ما شرحنا ولكن امام النادي الاهلي شكله كان مختلف عشان كده حبينا نجيب ارقام المباراة سابقة وارقام فرقه بشكل عام حتى من ناحية التمريرات طولية بلعبوها بشكل كبير 50 تمريرا بالمباراة إن كده هو كلمة السر شفناها قدام الاهلي في مساحات خلفه بشكل كبير جدا يعني لو كان فيه وقت في ثانية إن نعرض بعض الصور لكن احنا شرحناها هو نقطة قوة في بعض الأحقين اللي فرقه وفي نفس الوقت نقطة ضعف كبيرة جدا 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 في النواحة الدفاعية مظبوط مظبوط ده بشكل عام عن فريق فرقه ولكن ناخد بالنا إن عندهم بعض العناصر كواليتي جيد طبعا لو لعبوا مع بعض بشكل هرموا إن يطبقوا الفكرة التكتيكية وحفظوا على دفاعهم أو قفلوا المساحات حيكون لهم شكلتين مختلف وده اللي شفناه أمام النادي الأهلي في المباراة السابقة بس كل التوفير للنادي الأهلي وفيه فرص كبيرة جدا نحن نخلص من بداية المباراة إن شاء الله ودينا القاء آخر إن شاء الله بعد الماتش والنادي الأهلي كذبا بإذن الله شكرا كابتن أين لعب